رجعنا لحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل وزي ما تكلمنا مع حضراتكم في بداية الحلقة النهاردة اتكلمنا عن الشهداء اللي قدمتهم وزارة الداخلية سبع سنين فاتوا قدمت أسر كتير جدا لينا شهداء في سبيل أن الوطن ده يفضل محافظة على رأسه مرفوعة في سبيل أن أنا وحضراتكم وكل المواطنين المصريين يقدروا أنهم يكونوا في أمن وأمان سيد رئيس عبدالفتاح السيسي امبارح في الحقيقة كرم أسرة الشهيد المقدم أحمد نصار وتسلمت أرمالتو زينب الشفعي تكريم الرئيس وهي معانا على التليفون صباح الخير عليك يا أستاذ زينب صباح الخير يا أستاذ زينب يعني إحنا مهما قلنا مهما وصلنا لك تحياتنا تحيات التقدير وتقدير مننا كلنا كمواطنين مصريين لما قدموا زوج حضرتك راحل الشهيد في سبيل أن نحن النهاردة نكون موجودين وقدرين نتكلم مع حضرتك ونحتفل معاكي يمكن كمان بعيده لأنه هو أكيد موجود معنا هو في الجنة إن شاء الله أستاذ زينب يعني حابة أتكلم معاكي ونفتكر مع بعض يعني وقعت الاستشهاد أراني فانت معاكي أنا دكتور سهيد أحمد بيبر نصار أستاذ زينب معايا أيوة معاكي يا أستاذ زينب يعني أنا أنا يعني هنفتكر مع بعض يمكن وقعة ممكن تكوني ما بتحبش تفتكريها لكن نحن النهاردة موجودين عشان يعني نحي كل أسرة شهيد وعايزين نعرف منك وقعة الاستشهاد عشان نفتكرها كلنا مع بعض أحمد كطاع الأمن المركزي كان شغال الأول ما تخرج اشتغل في المينيا واشتغل في أسيوط واشتغل في العريش اشتغل في بلبيس وبقاله سنتين هو مثل قائد كتير تدعمت في اسماعيلية دياله أمر يتكلف بمأمورية من طبع الأمن الوطني والبحث الجنائي في اسماعيلية أنه هو يجيب عناصر شديدة الخطورة يعني طلع طبع قرية اسماه قرية البلاكفة طبع اسم تاني شرطة الإسماعيلية حصل طبع هذا الموارد بينهم وحصل إستشهاد كان عنده كم سنة لمستشهد؟ 36 سنة 36؟ ايه وانتو عندكو بنت صح؟ بق عندي تلات أولاد تلاتة عندي نورين وكنزي وعلي عمرهم قد ايه؟ نورين عشر سنين وكنزي ثمان سنين وعلي سنتين طيب أستاذ زيلة العزيم نعرف من حضرتك يعني الأول تكريم يستحق أو تستحق روح الشهيد فعلا في سبيل اللي هو قدمه علشان الوطن يكون في أمن وإمان عاوزيني يعرف استقبلتي إزاي خبر استشهاده؟ هل هو كان يعني بيتمنى الشهادة كان دايما حديثه معاكي عن أمنيته بيء الشهادة؟ أحمد يعني علشان شغلته وعشان وذكته هو كان في الدعاء فهو من زمان أنا بالموضوع ده الآن اللي فات أنا حسيت ديه كتير يعني ما كنتم متفرجة لتنسيت الاختيار كنت بقول لأحمد يا أحمد يعني أنا هشوف يعني بس نستاذن حضرتك لو تقف في مكان الشبكة فيه تكون أفضل يعني إيه يا فاندي نستاذن حضرتك بس يعني ممكن بس نروح لمكان الشبكة فيه تكون أفضل؟ أنا كده تمام؟ فضل إيه يا فاندي أنا أحمد يعني هو الشهادة من زمان هو طالبها من زمان لأن أصلا شغلته هو كده يعني المدحمة وعلى طول أصلا في المغموريات شاف كتير شاف كتير هو كان طالب الشهادة من زمان وما استشهد استشهد وهو بتشاهد يعني استشهد وهو بتشاهد كان طالبها بقول أنا نستي لو استشهد أن أنا أكون ألاقي حدي يشاهد يعني قولي لأني الشهادة نعم لأني الشهادة والحمد لله هو استشهد يعني استشهد وهو بتشاهد على وضع الشهادة الحمد لله طب أستاذ الزينب يعني طبعاً أنت ممكن تبقي بتحولي على قد ما تقدري يمكن تستوعي بي ويمكن عذاكي الوحيد أنه هو شهيد وانت عارفة أنه هو بطل ودي حاجة أنت فهماها لكن الأطفال يعني أولادك بتقول لهم إيه يعني لما بيسألوكي بابا راح فين بتقول لهم إيه مؤمورين يعني بتكلميهم إزاي عن الشهادة استشهادوا أستاذ زينب أيها غندم أنا سأقول لي الولاد أنه هو بطل كبير وهو حدد ابن صغير في كده في موضوع اللي أنه هو هو فعلاً بطل كبير وفعلاً كلنا يعني في الحقيقة كلنا أهلك وكلنا يعني نتمنى نكون يعني النهاردة بنقدم ولو جزء صغير من اعتزازنا وشكرنا الكبير للراحل الشهيد زوج حضرتك وأستاذ زينب نحن نشكرك جداً على هذه المكالمة القيمة المقدم أحمد نصار في قلوبنا جميعاً إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر